اشتركوا في القناة وفي منافسات كرة اليد بذات البطولة خسر منتخبنا الوطني أمام شقيقه السعودي صاحب الأرض والجمهور ب31 هدفا مقابل 33 هذا وكان منتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول لصالحي ب19 نقطة مقابل 15 وبهذا الفوز رفع منتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط متصدرا للبطولة هذا وسيلتقي منتخب الوطني يوم غدن بشقيقه الإماراتية نظم الاتحاد البحريني لكرة الغدن مؤتمرا صحفيا قبل المواجهة المرتقبة يوم غدن لاثنين في كأس السوبر بين المحرق وجره الحد والتي ستقام على استاد البحرين الوطني حيث تحدث مدرب المحرق خالد تاج الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت تحدث عن استعداد الفريق التام للمواجهة المرتقبة أمام الحد خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة لعبي المنتخب من جانبه أشار مساعد فريق الحد عارف العسمي إلى أن الفوز والخسارة هما أمران وردان في كرة الغدن ولكن الحد سيسعى لتقديم كل ما يمتلكه وذلك في ظل وجود الاستقرار الفني والاستقرار اللعبين كما أكد على أهمية الامباراء الافتتاحية للموسم الكروية الجديدة ترجمة نانسي قنقر